ايه كمان لازم نتجنب نعمله قدام اطفالنا النميمة الراغي ده النميمة فيه ناس الحقيقة بيتكلموا كتير قوي بيتكلموا كتير قوي يعني بتبقى فيه جلسات كده عائلية مش لازم بتبقى في البيت في البيت في مكان خارجي في النادي في بيت عيلة بتبقى بتبقى قائمة على النميمة بلاش نتكلم بشكل سلبي عن حد فيه غير وجوده لو هنتكلم نتكلم بحاجة ايجابية لو مش هنقول حاجة ايجابية نسكت بلاش نعمل كده في حضور اطفالنا وبلاش نعمل كده اصلا ليه ده هيخلي الاطفال يتعلموا منا هذه العادة السيئة النميمة او الغايبة بقى يعني ما هو النميمة هنا انه هو شفته وعمل ايه وشفت ودي كذا ودي كذا فكرة حتى النقطة دي بالذات بتلاقوا منكو ناس يستغربوا وتلاقواهم يعقبوا ولادهم اللي هو انت ازاي قلت مثلا لطنت فلانا ان احنا روحنا المشوار ده او ان احنا انا وبابا اشترينا الحاجة الفلانية او ان احنا تخانيها في الحاجة الفلانية ما هو الطفل ببقى هو جزء من الحالة اللي انتو بتخلقوها لو انتو قائمين على الرغي والنميمة ما بقولش ان انتو لا سمح الله ما تعودش تتكلموا مع بعض بس تتكلموا خير تكلموا كلام طبيعي بلاش النميمة وبلاش افشاء الاسرار وبلاش البحث عن الاسرار والبحث عن جذور الحكايات والكلام ده كله ونرجع بعد كده نلوم الطفل ان هو ما بيحفظش اسرار بيته او البيت اللي هو فيه ونقول ازاي تقول كده وازاي تطلع اسرار البيت لبرا ما انتو اللي عمالين تعلموه اصلا كلام ده كله طيب ايه كمان لازم نتجنب نعمله قدام اطفالنا الكذب ايوة مش لازم نجذب اصلا لا لوحدنا ولا قدام اطفالنا ومفيش حاجة اسمها كذبة بيضة كذبة بيضة صغيرة مفيش حاجة اسمها كذب الكذب هو الكذب واحنا لما بنجذب قدام اطفالنا فاحنا بنعلمهم شيء في منتهى الخطورة وهو ايه ان الكذب مقبول في بعض المواقف وطبعا ده غير صحيح لما بنجذب قدام اطفالنا ده بيخليهم يفقدوا الثقة فينا ومش هيبقى غريب ابدا لما الطفل يتوسع في ممارسة الكذب ده بعد كده سواء في المدرسة او في محيط العيلة او عليكم انتم كاب وام قبل اي حد هتلاقوا الطفل بيجذب هتلاقوا الطفل مثلا عنده مشكلة في المدرسة ويجذب ما يقولهاش او انت الحاجة دي ضاعت منك اه ده انا نستها ده انا اصلي ضاعت مني وهي بقى في حد ما اواخدها منه بالغزب مثلا حاجة من حاجاته هتلاقوا الاطفال مش انتم بتسمعوا عن الاطفال اللي بتقعد كتزور في الشهادات وفي الدرجات ودي حاجات قديمة لا لسه بيعملوا الحاجات دي خلق ما كل ده تطور للكذب اشكال من الكذب واخدين بالكو فبلاش نجزب احنا بقى قدام الاطفال انه قول ايه لا مصده هو ايه علاقة يعني ده انا بقول ان انا حد واحد زميلي بيكلمني بيقوله لا والله مش قادر اصان اواخد داوة ومش قادر انزلك دلوقتي المشوار اللي قلنا عليه وبتاعه ويبقى الطفل قاعد بصص كده البابا ولا واخد داوة ولا بابا تعبان ولا حاجة فانت تفتكر ان دي حاجة ان ده زكاء اجتماعية او ده تحايل اجتماعي مش هيدر يعني انا بس اصلي مليش نفسه انزل حقيقة او كسلان طيب ما تقول ده ببساطة ما تقول ده ببساطة واللي قدامك يتفهم ده او ما يتفهمش بس انت اعمل الصح لا والله يا فلان انا لما روحت بقيت لقيت نفسي مش قادر انزل تاني اعذرني او سامحني او انا تقعدش تخلق قصة او تجذب كذب وتقعد انت تبرى لنفسك وتقول دي كتبة بيضة حضرتك بقى او حضرتك كزوجة او ام يعني او ما الى ذلك تمام من الحاجات برضو اللي في ضرورة ان احنا نتجنبها بشكل عام وامام اطفالنا بشكل خاص هو التحدث بالفاظ غير لائقة وفي ناس كتير قوي بيعملوا الموضوع ده والموضوع ده يا جماعة انتشر جدا وبجولة سريعة كده والله انا بقول لكم الكلام ده بقى من تجربة انا لما ببقى موجود مثلا في مكان بشتري حاجة ولاقي شباب وبنات كده صغارين سنهم صغير او ابقى معدي مثلا ان هم واقفين عند عربية ولا حاجة او قاعدين في كافي او قاعدين في مكان او بتاع او في وسيلة مواصلات ابو السلاقي مستوى الحوار بيستخدم فيه الفاظ انا مش بكلمكم على الالفاظ اللي هي بتاعت زمان اللي هو ريوش لا 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 انا بكلمكم على الشتايم واقول لكم حاجة انا بشوف يعني انا بشوف وبسمع بنات صغارين وبيشتموا شتايم غريبة جدا وده مش معنى كده ان ده مبرر للولاد واللي حرام على البنات او غلط على البنات غلط في الحالتين والموضوع في مختلف الطبقات الاجتماعية عشان برضو الناس ما تفتكرش ان انا بقصد طبقة اجتماعية معينة خالص خالص الواحد بيشوف تباين اجتماعي شديد جدا جدا ناس في مستوى اجتماعي او مدي تحديدا يعني لائق جدا مش اقول بقى مستوى مدي كبير جدا وتلاقي الحوارات فيها شتيمة وحتى فيها شتيمة احيانا بلغة انجليزية وشتايم شتايم يعني مش طب ليه كده ليه كده خلاص طيب ده هيخلينا احنا نفكر في اعلى طول نتأكد ان عدد الناس المحيطة بالاطفال وبالمراهقين دول واللي بيتكلموا بألفاز خارجة وفجة بقى كبير جدا جدا لما بننطق لفظ وحش امام اطفالنا هم بيخزنوا في ذاكرتهم وهيبدأوا في تكراروا بعد كده